دلوقتي احنا كده خلصنا الالكونت ريليشنشيبس وفهمنا يعني ايه او ار ام وكمان بقى عندنا بلوك بتسيف في الديتابيز وبنريتريف من الديتابيز وكمان نقدر نقدر نقدت على الريكورز اللي في الديتابيز ولكن في مشكلة بسيطة تعالى كده نروح على كريات بوست ومش حكتب لطايتل ولا حكتب ديسكريبشن وحدوس سبمت على طول ونشوف ايه اللي هيحصل سبمت هتلاقي الدنيا ضربت معايا والسبب ليه السبب لان التايتل ما ينفعش يبقى فاضي احنا دلوقتي بنحاول نعمل جملة insert في تيبل البوستس وقالين ان التايتل كولوم ناط ناض فيبقى ازاي بدخل التايتل قيمة فاضية يعني قيمة بناض فالكلام ده ما ينفعش فانا انا عايز اسألك سؤال ايه الحل للموضوع ده حاول تفكر كده في الحل مش مهم طريقة الامبليمنتيشن بتاعته او الكود اللي حيتكتب لكن فكر معايا كده في ايه اللي مفروض نعمله علشان اليوزر ما يدسش كده سبمت على طول فالدنيا تدرب وحل الموضوع ده هو الفاليديشن ان انا اعمل الفاليديشن على الامبوتس دي يعني اتأكد مثلا ان اليوزر لازم يكون كاتب تايتل او يكون كاتب ديسكريبشن او يكون من اقي من الدروب داون دي ودي فكرة الفاليديشن فتعالا نبتدي باول انواع الفاليديشن وابسطهم وهو الهتم اللي الفاليديشن هروح انا جايي مثلا ادي دا الامبوت بتاعيه التايتل واحنا دلوقتي في بوستس سلاش كريات فانا عايز احط اتش تي ام اقل فاليديشن فدي الفورمة بتاعت الكريات يبقى ايزا هروح على بي اتش بي ستورم اروح على بوست كنترولر عندي ايه عندي الاكشن بتاع كريات اللي هو دا والاكشن دا بيريترن الفيو اللي هو بوستس دوت كريات فانا هروح جايي رايح كده على ريسورسز فيوز بعدين بوستس كريات هعمل عند الامبوت بتاع التايتل هقول ان هو كده ريكوايرت ان هو يعني لازم يتملى دا كده اتش تي مقل فاليديشن ونفس الكلام للتكفستيريا ونفس الكلام برضو للسلكت بالمنظر دا كده تعالى نعمل ريفريش ونجرب كده ندوس سبمت من غير ما نكتب اي حاجة سبمت سبمت قال لي ايه لو سمحت املى الفيد دا طيب هنملاها بحرف مثلا سبمت تاني قال لي برضو املى الفيد دا فده كده نوع من انواع الفاليديشن ونبتدي نسأل سؤال تاني طب هل الفاليديشن دا كده كافي يعني هل هو كده كافي طب افرد مثلا انا عايز اقولك خلي التايتل على الاقل يكون ثلاث حروف يعني مش ما يعمل ليش كده مثلا في التايتل حرف وفي الدسكريبشن حرف ويدوس سبمت فالدنيا تشتغل لا احنا عايزين على الاقل مثلا التايتل يتكتب ثلاث حروف فدي نقطة طب نقطة تانية ان ممكن طالما دا اسمه كده فرونت اند فاليديشن يعني الفاليديشن حاصل من الفرونت اند فاليوزر يقدر يلعب في الفاليديشن دا بمعنى ايه بمعنى ممكن ييجي يوزر عندي في السيستم يروح جاي عامل كده click yamin inspect بعدين ييجي كده على ال input في ال name بتاعه التايتل وفي required يروح جاي شايل كده required بالمنظر دا ونفس الكلام يعملها مع ال description يدوس click yamin inspect ويروح جاي كده على required شايلها ويروح جاي عامل التكستيرية بالمنظر دا ندوس submit الدنيا ترجع تضرب تاني فبالتالي حلول الفرونت اند فاليديشن هي مش افضل حاجة يعني سواء انت كتبت HTML validation زي ما احنا شفنا او استعملت javascript package علشان تعمل front end validation هي كويسة وكل حاجة ولكن هي مش secure 100% يعني بمعنى اخر ان اليوزر يقدر يعدي الفاليديشن دا او يسكب الفاليديشن دا زي ما احنا شفنا مع بعض طب ايه الحل بقى هنا ييجي حل الباك اند فاليديشن ان احنا عايزين بقى نكتب logic في الباك اند كود بتاعنا علشان يعمل validate على ال data دي وهنا انا هسألك سؤال الكود اللي المفروض يتكتب علشان يvalidate على ال data دي حيتكتب في انهو action method وقف الفيديو وفكر واجابة على هذا السؤال تعال كده نشيل الاول HTML validation مش محتاجينه في حاجة نوضوصا سمت الدنيا حتضرب لو عملنا refresh submit الدنيا حتضرب نرجع تاني ونجاوب بقى السؤال ال validation logic المفروض يتكتب في ال store قبل ما انت بتخزن يعني انا دلوقتي هنا انا بخزن data صح ولا لا يبقى قبل ما اخزن ال data حكتب هنا ال validation logic يعني هنا المفروض في شوية اكواد code to validate the data الكود ده شكله عامل ازاي ده اللي لسه حنشوفه مع بعض لكن هنا فيه لوجيك المفروض يتكتب علشان يتأكد ان ال data دي valid او مظبوطة وهنا حيجي حد يسألني سؤال طب ليه ما نكتبوش في ال create ما احنا اتفقنا بقى ان ال create هي بتعرض الفورم وانا عايز بعد لما اليوزر يدوه submit وامسك ال data دي في ايدي اعملاها validation فمش منطقي ان احنا نكتب ال validation logic جوه ايه ال create action فهنا هنكتب ال validation logic جوه ال store هنا تعالى كده نرجع back وركز معايا بقى هنكتب ال validation logic ازاي انت ممكن تكتب ب blame php يعني تعمل كده if والله هننزل هنا مثلا بعد title if is null لو ال title ده بنل مثلا ايه return unvalid مثلا بالمنظر ده ونفس الكلام لل description ونفس الكلام لل post creator فده مش افضل حل ان احنا نستخدم blame php اعمل هنستخدم ايه دايما نفكر هل الفريمورك بتقدم لنا حل علشان مشكلة ال validation ولا لا او اي مشكلة تانية تقابلك دايما نفكر هل الفريمورك بتقدم لها حل ولا لا واحنا هنا الفريمورك بتاعتنا بتقدم لنا حل لو روحت على documentation عملت search على validation ودست enter هيظهر لك ال page بتاعت ال validation دي وهو بيفهمك يعني ايه فكرة ال validation ال validation ليه اكتر من طريقة احنا هناخد منهم طريقة وانت تقدر تقرى الباقي او باقي الطرق في ال documentation تعال نرجع تاني كده للكود هسأل انا بقى سؤال نحط ال validation logic فين هل في السطر ده اللي هو سطر 59 ولا سطر 66 ولا سطر 83 نحط ال validation logic فينه سطر الاجابة ان انا لازم احط ال validation logic قبل ما ابتدي خزن ال data انا ما ينفعش خزن data وايه وهي مش valid فبالتالي انت ممكن تحط ال validation logic هنا في سطر 59 او تحط ال validation logic هنا من اول سطر مسلا 66 اهم حاجة انه هو يكون قبل ايه السطر اللي هو 77 قبل ما احنا ايه بنبتدي نخزن ال data في ال data base انا عن نفسي دايما بحب ال validation logic يبقى هو اول حاجة في ال action method بتاعتي انت طبعا حر تديف ال validation logic في انه سطر ركز بقى معايا ازاي validate ال data بتاعتي هقول لي request method اللي هي ال global ال bar method اتفقنا ان دي بترجع request object لو عملنا دي دي كده مع بعض بالمنظر ده وعملنا submit هيرجع لك ايه request object بالمنظر ده وطالما object يبقى ايزا ليه ايه properties و methods فتعالا نرجع تاني هشيل كده ldd وبعدين هقول request اروا validate validate دي بقى method موجودة على request object يعني لما انا بنادي على global helper method فهي بترجع لل request object ومن request object ده بنادي على validate method ايه بقى وظيفة validate validate دي بتاخد منك associative array او اللي هو key و value عبارة عن ايه بتقول هنا والله انا عندي input ال name بتاعه title وعايز احط عليه validation rules او عايز احط عليه قواعد للvalidation هعملها ازاي هروح جايق كده ايه للتايتل المفروض ان هو وليكن مثلا rick ويرت يعني ايه الكلام ده يعني يا title input لما تجيلي هنا في ال request انا هطبق عليك الvalidation rules دي يعني هنا احنا بنكتب الvalidation rules فمن ضمن الvalidation rules rule اسمها required طب required دي بتعمل ايه دي بتتأكد ان التايتل لازم يكون مكتوب يعني ماينفعش كده لو رجعنا يبقى التايتل كده فاضي بص بقى اركز في اللي حيحصل هدوث submit بص عمالي يعمل ايه redirect تاني يرجعني تاني لنفس ال page لان التايتل فاضي فانا ممكن اكتب مثلا حرف وتعلى كده نجرب submit المرة دي بقى هو ضرب في حاجة تانية لكن ما ضربش في التايتل التايتل هنا ايه اهو حتى حتلاقي كيمة التايتل التايتل بالحرف اللي احنا كتبنا يبقى ال syntax بتاع الvalidation حيبقى معمول ازاي ادي اسم ال input اللي جايلي من request وبعدين ال validation rules طب انا اعرف منين ال validation rules دي هتروح لل documentation كده وتنزل تسكرول هتلاقي available validation rules هدوس عليها click هتلاقي جميع انواع ال validation rules اللي ممكن تيجي في بالك واللي ممكن ما تجيش في بالك فمثلا انت عايز تتأكد ان ال input اللي جاي لك email فممكن تكتب email طب عايز اتأكد ان هو date ممكن تكتب date طب عايز اتأكد ان ال date اللي جايلي مثلا اكبر من date معين او عايز اتأكد ان الفايل اللي تعمله upload the image او عايز اتأكد حاجات كتير جدا فدي جميع انواع ال validation rules ومن ضمنهم مثلا required ادي كده required فهو بيشرح لك بقى required بتعمليه طيب عايزين بقى نلعب نفس اللعبة مع ال description فحروح جايق اعمل كده واقول والله يا description انت كمان ايه بدورك هتبقى required بالمنظر ده تعال كده نرجع submit مفيش حاجة عمالي يعمل لي redirection طب نكتب مثلا في title اي حاجة ونسيب ال description فاضي submit اللي لأ طب نكتب في description ونسيب ال title فاضي submit برضو عمالي redirection يبقى احنا كده عرفنا ازاي نvalidate على ال input اللي اسمه title وعلى ال input اللي اسمه description ونقول انهم require عايز اضيف بقى حاجة كمان user experience او تجربة المستخدم كده هي مش افضل حاجة يعني لما ادوس ابنت كده انا كمستخدم او كيوزر عادي للسيستم ده مش فاهم ايه اللي بيحصل يعني انا لما اعمل كده ايه اللي بيحصل مش فاهم فاحنا محتاجين بقى نعمل ايه نdisplay validation errors او نظهر الاخطاء بتاعة ال validation تعال كده نطلع في ال documentation scroll لفوق خالص حالا هتعمل كده هتنزل تحت شوية هتلاقي displaying the validation errors هدوس عليها click بالمنظر ده وبعدين دي شوية اكواد المفروض تتحط في ملف البلات اللي هو حتى هو مديك يعني مثال post slash create dot blate dot bhp فتعالا ناخدهم وبعدين نبقى نشرحهم واحدة واحدة يعني تعال ناخدهم copy وبعدين نروح على ملف create وبعدين نعمل كده paste بالمنظر ده وبعدين نعمل refresh ندو submit بص بقى الحلوة دي قالك هنا ايه the title field is required the description field is required طب ما تيجوا نديف كمان validation rule وليكن مثلا انا عايز على الاقل ال title يكون 3 حروف يعني يكون ال title بتاعي مثلا hlo اللي هو يعني على الاقل 3 حروف او ازيت هعملها ازاي هبص طبعا في ال available validation rules بتاعتنا وبعدين اطلع بقى ال validation rules الرول مناسبة فانا عايزك توقف الفيديو وتدور على ال validation rule المناسبة فمن دمن ال validation rule المناسبة هي من فلو دست كده على من هتلاقيه هنا بيقولك اي field under validation لازم يكون لي minimum value يعني لو انا قلت ان ال title ده minimum 3 يبقى ده معناها على الاقل لتلت حروف او اكتر علشان يقدر يعدي من ال validation وما يزهرش error فانا حاجة كده عندي ال title وهقول على الاقل انا عايز ال title يكون تلت حروف وال description مثلا نخليه خمس حروف بالمنظر ده يبقى من colon خمسة لو رجعت كده طب انا عرفت منين ال syntax ده لو رجعت لل documentation هتلاقيه هم اديك ال syntax من colon وبعدين value بالمنظر ده كده طبعا لو انت حسيت نفسك مش فاهم البيعيه 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 البي syntax بتاع ال validation rule ده تقدر تسيرش بره يعني مش لازم تسيرش ايه جوه ال documentation على امثلة بتستخدم ال validation rule ده تعال نرجع ونكتب حرف واحد بس في ال title هكتب مثلا q ودوس submit بص بقى تغيرت الرسالة قال ايه اذا title field must be at least three characters طيب نكتب three characters مثلا submit اختفت يبقى ده معناها ان ال title عدى من ال rules من ال validation rules ولكن ال description ما عداش من ال validation rules تعال نكتب title هلو وبعدين description مثلا وورلت بالمنظر ده وورلت دي كم حرف خمس حروف يبقى هتعدي معنا ادوس submit الدنيا تشتغل زي الفل وما فيش حاجة تدرق نرجع بقى للاكواد بتاعتنا لو رحنا كده على create كنا حطينا شوية اكواد كده ايه الاكواد دي هنا احنا هتلاقي ال framework بتدي global variables زي مثلا dollar sign errors فdollar sign errors ده هتلاقي اي object واحنا بنتشك هنا بنقول والله لو فيه اي error خلاص اعمل for each على ال errors دي واعرض ال error فعلشان كده كان بيزهر لنا اللي هي المسج بالمنظر ده كده انت طبعا تقدر تعمل بقى add dd ل dollar sign errors وتبتدي تلعب بقى مع الايه مع dollar sign errors وتشوف فيها ايه تعال بقى نشيل الجزء ده برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تحسن user experience ولياكم مثلا انا كتبت في title حرف ودست submit ايه اللي يحصل لقيت ان title اتشال فالص طب انا عايزة اخلي الكويمة القديمة هنا لسه زي ما هي مش عايزة اشيلها اول لما يحصل validation error فممكن نعمل حاجة زي دي ازاي ساعتها هنستخدم global hill bar method جديدة معانا اسمها old فعلى سبيل المسال حاجة كده عند ال input اللي هو بتاعة title اللي اركز بها في اللي هيحصل هقول هنا value بتاعة التايتل ده بتساوي old the global hill bar method title وتعال كده نعمل submit ونشوف اللي هيحصل refresh الاول بعدين حكتب في التايتل مثلا gk بعدين submit بص كده gk ايه ما اتمسحتش فضلت زي ما هي عايزين نلعب برضو نفس اللعبة في ال description قديمة مثلا كتبت حرفين في description submit طيار لل description طب انا عايز اسيب ال description اللي انا كتبه القديم عاملها ازاي هارجع برضو هنا وايجي عند ال text area دي واقول برضو old description وندوس كده ونكتب مثلا الحرفين دول submit هتلاقي هنا ايه description اهو زي ما هو مكتوب ما تغيرش في ابقى كده احنا عرفنا ازاي نعرض ال old values دلوقتي انا حورليك مشكلة ممكن تحصل وازاي نقدر نحلها ركز بقى معي حاجة كده على title هكتب مثلا hello وهكتب هنا في description some description وركز بقى في التريكة اللي انا هعملها دلوقتي حاجة كده عند ال post creator هقول كليك يمين inspect وبعدين حاجة كده عند واحدة من ال select دول وهعدل في ال value بدل ما هي واحدة هخليها 1000 مثلا وادوس enter فالسؤال هنا هل احنا عندنا 1000 اللي هو ال id user ب id 1000 في ال database لا واخد بالك انت في ال table بتاع البوستس انت قيل ان ال user id ده ايه foreign key لو بصينا كده مع بعض ادي table البوستس كنا قيلين ال user id ده ايه foreign key فما ينفعش insert هنا ايه الكيمة اللي هي ب 1000 تعال كده ندوس submit ونشوف ايلا هيحصل submit يضرب معانا integrity conistry ويدرب معانا ال exception ده والسبب ايه ان انا دخلت 1000 يبقى ايذن انا عايز اسألك سؤال ايه الحل اللي بقى هنا فكر كده وشوف ايه الحل اللي المفروض نعمله واجابة على هذا السؤال احنا محتاجين validation rule ومن ضمن ال validation rules دي هي exists لو روحنا كده على ال documentation وبعدين روحنا على exists هو بيقول هنا ال field اللي under validation بتاع exists لازم يكون موجود في ال database table ده فتعالا كده نرجع للكود بتاعنا وهروح جاي رايح على البوست كنترولر وهقول هنا كده ال user underscore id مالو او سوري انا اسف البوست underscore creator احنا هنا بنvalidate على ال input فهنا ال input بتاعنا اسمه بوست underscore creator مالو بقى البوست underscore creator عايزينه يبقى required ومش بس كده عايزينه ي exist في table اسمه ال users يعني لازم القيمة بتاعته دي تكون موجودة في table users اللي هو ال column بتاع ال id تعالا كده نرجع نعم refresh وبعدين نلعب اللعبة اللي احنا لعبناها قد كليك يمين inspect وبعدين نحط ال id اللي هو بألف بالمنظر ده وبعدين نكتب هنا some title some description ونشوف ايه بقى اللي هيحصل صمت ايه اللي حصل ضرب معي حاجة اسمها column not found unknown column post creator الله دي حاجة تانية جديدة طب ليه ضرب كده لان انت هنا لما جيت قلت لل validation rule ان ال post underscore creator لازم يكون موجود في table users ما قلتش انه column انا هتشك عليه يعني الكيمة بتاعت post creator دي انه column المفروض اتشك عليه فالمفروض كنت تقول كده اي دي يبقى انا كده بتشك انه كيمة البوست كرياتور موجودة في table users في column ال id نرجع تاني back نعمل كده على البوست كرياتور نخليه بألف تاني واحدين ثلاثة enter ندوز submit قالك the post creator field is required لا سواني تعالوا تاني نعمل inspect مرة كمان اخيرة ونكتب ال id هنا او ال value بألف enter بعدين نعمل submit the selected post creator is a unvalid فيبقى ده معناها ايه ده معناها ان ال validation rule دي اتطبقت وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض ازاي نطبق validation rules بشوية سطور كود بسيطة كده طبعا لو احنا كنا هنكتب الكلام ده في blame php او ب blame php code كنا هناخد وقت كتير ولكن ال framework سهلت علي كل ده بثلاث سطور بالضبط ومش بس كده دي كمان سهلت علي ان انا اعرض ال validation errors ومش بس كده ان انا كمان اعرض الكيم القديمة فكل ده ال framework سهلته علي اللي مطلوب منك دلوقتي انك تجرب اللي انا عملته ومش بس كده انا عايزك كمان لما نروح لل edit كده بالمنظر ده واشيال ولياكم مثلا ال title وال description ودوس update الدنيا بتضرب فبرضو محتاجين هنا ايه validation rules وعتنسى برضو الحتة بتاعت ال post creator فانت تقدر تطبق الكلام ده دلوقتي مع نفسك والكلام ده المفروض هيتطبق فانه method او فانه action ال action بتاع ال update لان هو ده ال action اللي مسؤول عن انه هو يعدل ال data في ال database اشتركوا في القناة